والآن نتابع تطورات الأزمة الأوكرانية من خلال كلمة الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي نتابع دول التي تقع في دول دولة هي جرة له هذا انتهاك صارخ للقانون الدولي ويتطلب ردا حازما من المجتمع الدولي خلال الأشهر الماضية نسقنا مع حلفائنا وشركائنا في النيتو وفي أوروبا وحول العالم للتحضير لذلك الرد وأنا تحدثت معه وجها لوجه مع بوتين قبل شهر بأننا سنتحرك معا وفي الوقت الذي تتحرك فيه روسيا ضد أوكرانيا والآن روسيا بكل تأكيد قد تحركت ضد أوكرانيا بالإعلان عن تينك الدولتين المستقلتين إذن الآن أعلن عن أول حزمة من المساعدات على الأسلحة وما فعلته روسيا بالأمس وهذه كانت منسقة تماما مع شركائنا وحلفائنا الذين يستمرون أيضا في رفع أو في فرض عقوبات أكثر هناك أربع عقوبات على الـ VEB الروسية وعلى البنكي العسكري وأيضا هذا يعني بأننا قد قطعنا الحكومة الروسية عن التمويل الغربي لا يمكن أن يحصلوا على الأموال من الغرب ولا يمكن أن يتاجروا ببيع سنداتهم في الأسواق الأوروبية وبدءا من الغد سنستمر وفي الأيام المقبلة بفرض عقوبات على النخبة الروسية وعائلاتهم فهم طبعا يتشاركون في خطط الكريملان وبسبب تحركات الروس فإننا نعمل مع ألمانيا حتى هذا البرنامج أو مشروع نوردستريم 2 لن يتقدم إلى الأمام لن يتقدم إلى الأمام ومع نظر روسيا وتطلعها للخطوة القادمة فإنها ستدفع ثمنا أكبر إذا استمرت في عدوانها هذا الولايات المتحدة ستستمر في تقديم الدعم الدفاعي لأوكرانيا وسنعزز ونطمئن شركائنا الأوروبيين وطبعا بما أن القوات الروسية لم تسحب قواتها من بيلاروسيا فإنني قد أمرت القوات بأن تعزز حضورنا في دول البلطيقة دعوني أقول بأن هذه تحركات دفاعية ليس لدينا نية في قتال روسيا نريد فقط أن نرسل رسالة واضحة بأن الولايات المتحدة معا مع حلفائنا سندافع عن كل شبر من أراضي الناتو ونحترم الالتزامات التي قدمناها نحن لا نزل نعتقد بأن روسيا لا تزال تخطط لقيام بهجوم ضد أوكرانيا آمل أن نكون مخطئاً آمل أن نكون مخطئين ونأمل بأن روسيا لن تهاجم تلك المدن في أوكرانيا ومنها العاصمة كييف لا يزال هناك أكثر من 150 ألفاً من القوات الروسية تحاصر أوكرانيا وكما قلت القوات الروسية تبقى في مواقع في بيلاروسيا لمهاجمة أوكرانيا من الشمال ومن ضمنها أنظمة صواريخ وطائرات وروسيا اقتربت أكثر إلى أوكرانيا والسفن الروسية أيضاً تتحرك في البحر الأسود للتحرك من الجنوب وفيها صواريخ كروز وهناك غواصات وأيضاً روسيا تحضر نفسها جيداً على الحدود نحن لا تحتاجون إلى الدماء وكمية من الدماء إلا إذا كنتم تخططون للحرب والوزير بلينكن كان الأسبوع الماضي حين تحدث في كلمته ذكر ذلك هناك استفزازات عسكرية وتقدم إلى خط التماسي في دونباس إلى الإمكانيات الطبية وأيضاً مجلس الأمن القومي الذي اجتمع لرئيس بوتين ووفق على ما يفعله وما يسمى الآن بهذه الجمهوريات وهذا الإقرار والاعتراف باستقلالية تلك المناطق هذا انتهاك صارخ للقانون الدولي وطبعاً الرئيس بوتين أيضاً طلب من الدومة أن يقدم له تفويضاً باستعمال القوة خارج روسيا وهذا يقدم ذريعة أكثر حتى تبرر تحركها العسكرية المقبل لا أحد مننا لا أحد مننا ينبغي أن يكون غبياً ولن نكون أغبياء ليس هناك أي تبرير للهجوم الروسي والخطر لا يزال ماثلاً إذا روسيا استمرت إنها روسيا التي تحمل المسؤولية وهي لوحدها فقط ومع ردنا فإن الإدارة تستعمل كل الوسائل الموجودة لحماية المستهلكين الأمريكيين من ارتفاع أسعار البنزين وكما قلت الأسبوع الماضي الدفاع عن الحرية سيكلف لنا أيضاً هنا ينجب أن نكون صريحين بشأن هذا ولكن مع فعلنا لهذا فإنني سأتخذ خطوة حاسمة حتى تكون تلك العقوبات تستهدف الاقتصاد الروسي وليس نحن نراقب من كثب الإمدادات ونخطط بالتنسيق مع معظم منتج النفط وحتى يكون هناك استثمار حتى يكون هناك استقرار في أسواق النفط العالمية وأود أن أحد من الآلم بالنسبة للشعب الأمريكي لكن هذا ضروري وبالنسبة إلي في الأيام الماضية كنت على اتصال مع زعماء أوروبا ومن ضمنهم الرئيس زيلنسكي نائبة الرئيس أيضاً ذهبت إلى ميونيخ وهناك في مؤتمر ميونيخ والتقت السيد زيلنسكي وفي كل خطوة أظهرنا بأننا نعمل بتنسيق مع حلفائنا وشركائنا السيد بوتين نحن متحدون في دعم أوكرانيا نحن متحدون في الوقوف ضد العدوان الروسي ونحن متحدون في الدفاع عن الناتو ونحن متحدون في مواجهة هذه الأخطار التي تمثلها روسيا للاستقرار والأمن العالميين بالأمس سمع الناس كل التاريخ الذي زيفه الرئيس بوتين بالعودة إلى أكثر من قرن كما ذكر وقال بالقول حسناً أنا لن أقول طبعاً ليس هناك أي شيء يمكن أن يشير إلى أنه يبحث عن حوار جدي بشأن الأمن الأوروبي في 2022 لقد هاجم مباشرة حق أوكرانيا في الوجود وقال بأن هناك دولاً هي ديمقراطية الآن وتزدهر في الناتو وقال بأنها هدد بالحرب ما لم تلب مطالبه وليس هناك شك بأن روسيا هي المعتدي إذن نحن نعرف ما هي التحديات ولكن لا يزال هناك وقت لتجنب أسوأ السيناريوهات والذي سيجلب الكوارث للملايين من الناس الولايات المتحدة وحلفاؤنا وشركاؤنا نبقى منفتحين على الدبلوماسية إذا كان جدياً وسنحاكم روسيا على أفعالها وليس على أقوالها ومهما فعلت روسيا لاحقاً فإننا مستعدون للرد بوحدة وبشفافية وصراحة وقتنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر